الأول من أفريل القادم بداية حضر الشحن الجوي لبطارية الليثيوم المستخدمة في الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمول انتتالاً لقرار المنظمة الدولية للطيران المدني القرار خلق تدمراً وسياء كبيرين وسط تجار الهواتف النقالة نتابع مع إيمان بالعمري قرار المنظمة الدولية للطيران المدني حضر الشحن الجوي لبطارية الليثيوم المستخدمة في الهواتف النقالة وباقي الأجهزة الإلكترونية على طائرات الركابي تخوفاً من اشتعالها وانفجارها قرار قد يلقي بذلاله على سوق الهاتف النقال بالجزائر خاصة وأن أغلب التجاري يستوردون هذه الأجهزة عن طريق ما يعرف بالكابا من دبي والصين وتركيا وغيرها الفتح أفريل المقبل هو التاريخ دخول هذا القرار حيث التنفيذ ما يؤدي إلى التهاب أسعار الهواتف النقالة خاصة مع الاحتكار الذي يمارسه أصحاب السجلات التجارية وتطبيقهم لقاعدة العرض والطلب وأصحاب السجل تتجاريها رأيهم بينين كانوا أحد ثلاثة أولا قعفت زين يولي احتكار وما كانت تنافس عن الأسعار يعني أصحاب الكابا كما يقولوا باللغة العامية هم اللي رأي مشغول يحنوها للمواطن شوية ويدوهم أرباح خفيفة أي تليفون يزيد في السومح لم يقيسناش نشريح أنا لدي فايدة تأيها هو اللي رح يخسر قال مستهلك هي إجراءة جاءت لتعزيز أمن الطيران لحماية الركاب إلا أن تداعيتها على سوق الهاتف في الجزائر ستكون وخيمة ترجمة نانسي قنقر